أكدت دولة الإمارات في بيان مشترك مع الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة أن الوفودة في جينيف ترحب بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي وهي خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة وتتطلع إلى عبور القوافل الأولى في الأيام المقبلة ودعا البيان المشترك قوات الدعم السريع إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات لغاث عبر حدود أدري وتسهيل نقلهم للمساعدات الإنسانية دون قيود وتمكين عملياتهم بشكل مستقل عن الجهات المسلحة والسياسية وأكد البيان ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وعبر كافة الأراضي السودانية مع توفير ممر آمن ودون عوائق إلى المحتاجين